موسيقى سيداتي سادتي أهلا بكم يسعدني أن أستقبل اليوم السيد جيل باغنيو وهو عضو سابق في البرلمان الأوروبي ورئيس مؤسسة أغوميدا أوروبا البحر الأبيض المتوسط وأفريقيا ومتخصص في شؤون المغرب ليحدثنا عن تنفيذ المشروع الذي أطلقوا هذا الأسبوع جلالة الملك محمد نيسادس البرلمج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه الصغي 2020-2027 سيد باغنيو مرحبا بكم شكرا لكم على قبول دعوتنا سنتناول في حلقة اليوم موضوعا مهما للغاية وهو خطر نقص المياه العذبة في بعض البلدان وفي المغرب على وجه الخصوص دعني أولا أرى معكم إذا أمكننا اعتبار أن ندرة الأمطار المرتبطة بالاحتباس الحراري والاستغلال المفرط للمياه الجوفية هي بالفعل أهم أسباب ندرة المياه نعم وإن عددا كبيرا من البلدان في القارة الأفريقية ومنها المغرب تعاني من إجهاد مائي كبير ومتزايد ولقد رأينا ذلك على مر السنين لقد كنت في عام 2015 مقررا للبرلمان الأوروبي في إطار الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف في باريس ورأينا أرقاما يمكن أن تكون مقلقة في القرن الحادي والعشرين وأعتقد أن نقص مياه الشرب على الأرجح هو القضية السياسية الرئيسية التي تواجه دول القارة الأفريقية لذا من الضروري أن تكون لدينا دول مثل المغرب تسطر مسارا من أجل سياسة طموحة جرية مرتبطة بإمداد مياه الشرب ومرتبطة أيضا بموضوع الري مما يعود بالنفع على العالم القروي والقطاع الزراعي أيضا ولهذا السبب نحن الأوروبيون متيقظون للغاية واستباقيون في إطار هذه السياسة التي نرغب في تنفيذها في علاقتنا بين أوروبا والقارة الأفريقية وبات واضحا أن هذا المشكلة يبدو لنا يمثل الأولوية وجدير بالذكر أن القارة الأفريقية بحلول عام 2050 سيتضاعف عدد سكانها إذن يمكننا أخيرا اعتبار مشكلة المياه مفهوما يشبه إلى حد ما ذهب الأزرق الجديد وإذا نفد بالفعل فإن الأمور ستكون دراماتيكية للغاية وبالتالي فمشكلة المياه هي قضية بيئية وخصوصا بالنسبة للمغرب حيث تشير التوقعات لاحتمال خسارة 80% من الموارد المائية في المملكة في غضون 25 عاما لذلك فالوقت قد حان للعمل وأعتقد أنه قد تم بالفعل اتخاذ إجراءات منذ سنوات عديدة نعم تماما لقد استعملتم الصلحا صحيحا بأن الوقت قد حان للعمل حتى لو أننا نرى بالفعل على نطاق المملكة المغربية أنه تم إنجاز الكثير في هذا الباب تحت قيادة المغفور له الراحل جلالة الملك الحسن الثاني حيث أدرك المغرب بضرورة مواجهة هذا النقص المحتمل في المياه على الأراضي المغربية ولذلك تم الشروع في بناء 13 سدا تحت قيادة المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني قبل أن نتحدث تحديدا بشكل أكثر عن السياسة المنزلة مؤخرا هل يمكننا القول أن التحديات الكبيرة في المغرب وفي البلدان التي تعاني من نقص في المياه تكمن في معالجة مياه الصرف الصحي وتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب ثم صيانة وتشغيل شبكات المياه بالعالم القروي هذا هو هادف هذا البرنامج الوطني الذي تابعته باهتمام خاص فهو يحدد المسار ويستجيب أيضا لعدد معين من التوصيات التي تم تقديمها خصيصا للمغرب شاركت في شهر أبريل الماضي في مؤتمر دولي في متحف محمد السادس لحضارة الماء بمراكش وفي هذا المؤتمر الذي نظمه الائتلاف المغربي للماء بحضور رئيس المجلس العالمي للماء نظم حول الماء تم تقديم توصيات بشأن خمسة محاور وهي المحاور التي تناولها البرنامج الوطني كما قدمه جلالات الملك محمد السادس منذ بضعة أيام وفي الواقع إن هذا البرنامج يبدو لك خطة خمس نجوم خمسة أضعاف لنتعرف أولا على هذه التوصيات إنها أولا تعزيز إمدادات المياه عبر تشييد عشرين سدا بحلول عام الفين وسبعة وعشرين وثانيا تدبير الطلب واقتصاد وتثمين الماء في الزراعة وتوصية الثالثة وهي مهمة جدا وتتمثل في تقوية التزويد بالماء الصالح للشرب بالمجال القروي التحسين الرابع الذي يجلبه هذا البرنامج هو إعادة السعمال المياه العادمة المعالجة لسقي المساحات الخضراء حيث يتعلق الأمر بالمناطق الحضرية في المملكة المغربية وأخيرا من الضروري رفع مستوى الوعي ثم التواصل والتحسيس من أجل ترسيخ هذا الوعي بأهمية الحفاظ على الموارد المائية وترشيد استعمالها وهذا أيضا ما تناوله البرنامج الوطني من الأمر يتعلق ببرنامج وطني مدهش للغاية لأننا نتكلم عن استثمار مبلغي 115 مليار درهم إنه مشروع عملاق تماما وهو ممول فيما أعتقد بنسبة 60% من ميزانية الدولة والمؤسسات المعنية كالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب هل هذا صحيح؟ نعم بالتأكيد إنه يعتبر كما قلتم برنامجا وطنيا طموحا للغاية من الناحية المالية لأن 115 مليار درهم على مدى 6 سنوات هو مبلغ ضخم ومولت الدولة المغربية البرنامج الوطني بنسبة 60% من ميزانيتها وأيضا 39% من قبل المؤسسات المعنية مثل المكتب الوطني للكهرباء والماء وأيضا من تمويلات عمومية وخاصة وهنا تتجلى التعبئة العامة أود أن أقول إن ثورة الطاقة الزرقاء الخضراء التي قام بها جلالة الملك محمد السادس ظلت ذات رؤية كسابقاتها في مجال الطاقة المتجددة حيث يعتبر المغرب رائدا في مجال الطاقة الشمسية وأيضا في روابط المياه ولكن أعتقد أن وجود سياسة مائية قوية كما ينص على ذلك هذا البرنامج فهو ليس سياسة لتعزيز النمو الاقتصادي للمملكة المغربية فحسب ولكنه سيكون أيضا نموذجا لجميع دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا التي تعد شريكا للمملكة المغربية لذا يمكننا اعتبار مبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس فيما يتعلق بالطاقة المتجددة مدرسة بالنسبة للبلدان الأخرى التي لم تتوفر لديها بعد إمكانية إطلاق خطة تتميز بهذا الامتداد أجل ولهذا السبب أيضا يجب أن نحيي خطة إنجاز عشرين سدا كما هو منصص عليه في البرنامج الوطني لأنها ستسمح بتنظيم استخدام المياه وأيضا التزويد بماء الري في المجال الفلاحي لذا يجب أن نرى مثل هذا البرنامج الجيد في أحواض أخرى حيث تكتسي المياه أهمية بالغة كحوض الكونغو على سبيل المثال حيث قد تنشب هناك صراعات في يوم ما بسبب نقص المياه نعلم أن نقص المياه هو أيضا أحد عوامل هجرة عدد معين من الأفارقة الذين يرغبون بسبب الفقر وبسبب نقص المياه في الذهاب إلى مكان آخر ولذلك نرى أن السياسة المغربية في هذا المجال هي سياسة رشيدة ولكنها أيضا مثال لشركائه الأفارقة تحدثت منذ قليل عن مصطلح قد يبدو واسع الانتشار ومعروفا عند المشاهد ويتعلق بعجز موارد المياه العذبة على تلبية الطلب على المياه وهذا يعني في الواقع الخوف من الوصول إلى نقص في المياه هل ستأتي أهمية هذا المشروع الكبير جدا الذي تم إطلاقه للتو بحماية للبلاد بشكل نهائي من نقص أو خطر عدم كفاية هذه المادة الحيوية الاقتصاد واستقرار البلاد نعم بالفعل إنه موضوع يكتسي أهمية قصوى ومرة أخرى يجب أن نحيي المسيرة والطابعة للسباقية لجلالة الملك محمد السادس لأنه بالنظر إلى الوضعية المائية على التراب المغربي فإن إنجاز عشرين سدا إضافيا سيمكن من بلوغ سعة تخزين إجمالية تقارب تسعة وعشرين فاصل ثلاثة مليار متر مكعب في المغرب وبهذا نرد هنا على هذا التخوف كما أشرتم إليه في ملاحظاتكم التمهيدية وفي سؤالكم أيضا فمن المهمة اليوم ليس تحديد المسار فقط ولكن أيضا الطمأن عن طريق هذه الخطوة للسباقية في الواقع وبشكل ملموس تمت إضافة عشرين سدا تغطي جميع أنحاء البلاد إلى ثلاثة عشر سدا الموجودة من قبل هل تفسرون في الواقع بشكل علمي تقريبا أن امتلاك هذه السدود التي تحتفظ بالمياه يمكن أن يولد طاقة معينة تمثل زيادة في الموارد؟ لدي مثال في هذا السدود ربما تعرفونه ويتعلق بمنطقة بجنوب أغادير ليست بعيدة عن حديقة ودي الطيور ذلك أن هذه المنطقة شهدت نقصا شديدا في الموارد المائية في السنوات الأخيرة لأن الأمطار ضائلة هناك وهكذا ولأول مرة وبفضل السدود التي تم تشييدها أصبح لدينا كل هذا السهل المطل على المحيط الأطلسي والذي تم سقيه خلال شهر دجمبر من نهاية هذا العام ومكننا هذا الأمر أيضا من تخزين مياه الأمطار خاصة في منطقة الأطلس التي شهدت أمطارا غزيرة خلال شهري أكتوبر ونوانبر مياه تم تخزينها والاستفادة منها بعد ذلك لسقي العديد من المزارع وارتواء عامة المغارب الذين يعيشون في تلك المنطقة سيد بارنيو دعنا نتحاول الآن لفاصل قصير وسنلتقي مجددا بعد هذه الوقفة نستأنف حوارنا مع السيد جيل بارنيو حول مشكلة أزمة مياه الشرب في المغرب وفي دول غرب أفريقيا على وجه الخصوص سيد بارنيو لقد ذكرتم مثال منطقة وادماسا ويمكننا أن نتذكر منذ زمن قلق السكان في منطقة زاكورا حيث أنهم خرجوا في مسيرة لتعبير عن قلقهم الكبير وتحسيس به هل تذكرون ذلك؟ نعم بالتأكيد وأعتقد أن هذا البرنامج الوطني سوف يستجب لهذا القلق في العالم القروي خاصة في مدينة زاكورا وقد رأيتم بالفعل الأحداث التي وقعت هناك منذ مدة حول الموضوع ويجب أن نعرف أن مخطط المغرب الأخضر الذي تم تنزيله سنة 2008 سيعرف ضخ دماء جديد فيها بعد 12 عاما من تنزيلها بفضل هذا البرنامج الوطني مما سيسمح في الواقع بمزيد من أساليب الرأي الحديثة والأهم في الأمر أنه سيتم رأي 10500 هكتار بالتنقيط على النحو المنصوص عليه في البرنامج الوطني وبالتالي فإن العالم القروي ومنطقة زاكورا نموذجا ستكون قادرة على الاستفادة من هذا الري الحديث ومن هذه التنمية الزراعية الناتجة عن هذا البرنامج الوطني يمكننا القول في الواقع أن هذا الارتباط بين المخطط الأخضر وهذا البرنامج المائي هو شيء رائع يستفيد منه جميع هؤلاء المزارعين الصغار وأيضا المزارع الكبيرة أجل أنتم تعلمون أن الغالبية العظمى من العمليات الزراعية يتم إجراؤها من قبل صغار المزارعين من هكتار واحد وهكتارين وثلاث هكتارات وليس أكثر لذلك من المهم أن يكون لدينا توجه مثل هذا البرنامج الوطني الذي يقدم الأولوية لصالح هؤلاء المزارعين الصغار لأسماح لهم بالحصول على هذا الري الذي تم تطويره بمساعدة الدولة وأيضا السماح لهم بري بالتنقيط أكثر حداثة تعد تحلية مياه البحر من أحد المسالك التي نسمع عنها وهي باهظة الثامن وتعمل على تعزيز إمدادة المياه حيث يوجد بالفعل في المغرب محطات لهذه التحلية في كل من مدينة العيون مدينة طنطان على سبيل المثال وغيرهما من المدن التي لا يزال العمل منكبا لإنشاء مثل هذه المحطات كمدينة أجدير هناك مشاريع لتحلية مياه البحر موجودة لتزويد مدن دار البيضاء الكبرى وأسف والداخل أليس هذا هو المستقبل؟ أجل بالتأكيد إنها مشاريع تكمل بعدها البعض فيما أعتقد ويؤكد ذلك أيضا البرنامج الوطني ويتعلق الأمر بمسألة الاستجابة لنقص المياه كما أشرنا بالفعل ومسألة تعزيز مخطط المغرب الأخضر ومسألة السدود أيضا وهي أيضا هدف مهم وكبير ويقوم كل ذلك على ضمان وجود محطات تحلية المياه التي أقيمت هناك وهي في طور البناء جنوب مدينة أجدير وتحمل اسم الدويرة وهي أكبر محطة لتحلية المياه في أفريقيا وسترى النور قريبا دعني أقدم لكم بعض الأرقام حولها حيث أنه رصدت لها ميزانية ثلاثة مليارات درهم وستعالج أكثر من خمسة وسبعين مليون متر مكعب من المياه سنويا وقد بدأت الأشغال فيها منذ عام 2017 ويرتقب أن تنتهي في عام 2021 يعني هذا أنه يمكن أن يخدم منطقة كبيرة؟ منطقة السوس مسى بأكملها معنية كما أن البرنامج يهدف إلى تشييد ثلاث محطات الأولى في مدينة الدار البيضاء والثانية في مدينة آسافي والثالثة في مدينة الداخل بالصحراء لقد قام المغرب بإنشاء صندوق التنمية القاروية مخصص لإنشاء مشاريع تهم البنية التحتية بكافة أنواعها في المناطق القاروية فهل يشارك البرنامج الوطني لتزويد بالماء الشروب ومياه السقي الذين تحدثوا عنه في خدمة المناطق القاروية في البلد؟ وهل الجمع بين الاثنين عامل محدد أيضا؟ أعتقد أنه كان من المهم ذكر هذه النقطة لذا فإن هذا الصندوق الخاص يهدف إلى ضمان عدم وجود تطور في المغرب على مستوى سرعتين وقد شاهدنا في السنوات الأخيرة لمدة عشرين عاما أن المغرب يتطور بقوة في المراكز الحضرية وأحيانا يعرف اختلالا في العالم القاروي وعلى هذا الأساس تم إنشاء هذا الصندوق وأرى أن هذا البرنامج الوطني يهدف بالأساس إلى التركيز على العالم القاروي أولا لذلك سيكون هناك تطوير لهذه المناطق بفضل الأموال المرصودة وهي 115 مليار درهم على مدى ست سنوات والتي سيزخر بها الصندوق المخصص للمناطق القاروية كما قلنا إذن فالعالم القاروي سيستفيد أولا من هذا البرنامج الوطني ليس فقط من حيث مياه الشرب ولكن أيضا من حيث السقي وهو ما يمس التنمية الزراعية ويصب فيها هل يمكن أن تستفيد تنمية الصناعية أضا من هذا البرنامج؟ نعم لأنه في مناطق معينة كالمناطق الشمالية في المغرب من المهم أيضا أن نضمن عدم وجود نقص في المياه حيث تتمركز المواقع الصناعية بشكل متزايد هناك في طنجة لذلك من المهم جدا أن يسير كل شيء كما ينبغي لأن الحاجة إلى المياه كبيرة بما في ذلك في القطع الصناعي هل مساهمة هذا البرنامج الجديد ملموس أيضا على مستوى سياسة الجهوية المتقدمة؟ تعلمون أن سياسة الجهوية المتقدمة هذه تم تنزلها قبل بضع سنوات شيئا فشيئا وأعتقد أن الوقت قد حان لتسريع تنفيذ هذه الجهوية المتقدمة لماذا؟ لأننا نحتاج في تنفيذ عمل هذا البرنامج الوطني أن يكون فعالا ويجد تآزرا مع الموظفين السياسيين في المنطقة ومع السلطات العمومية وأيضا إزاء المنظومة الاقتصادية والمجتمع المدني ومع ذلك فإن هذه الجهوية المتقدمة يجب أن تظل موضوعا لمقترحات التنفيذ بنوع من التكامل وتأكد من أن تنظيم ترابي للمملكة المغربية يسمح بذلك وبسرعة فعالة لضمان تحقيق جميع هذه المشاريع ولسيما في العالم القروي على النحو المطلوب من قبل جلالة الملك محمد السادس سؤال أخير وشامل لأنني أريد أن أضع المشاهدين في قلب خطورة المشكل يجب أن نعلم أنه في كل دقيقة حول العالم يموت خمسة أشخاص بسبب عدم الحصول على مياه الشرب وأن الأمم المتحدة تعتبر أنه بحلول سنة 2030 سيكون الطلب على المياه قد تجاوز أربعين في المئة من الإنتاج العالمي ونحن ندرك أن هذا المشكل يهم الكوكب والعالم ويؤثر على أربعين في المئة من سكان العالم وعندما نرى ذلك ندرك أن المغرب لحسن الحظ تفاعل مع هذه المعضلة وينبغي على جميع الدول في العالم أن تتفاعل معها بفعالية كقضايا الهجرة وخطر الجفاف وغيرها من المخاوف البيئية دعني أقدم لكم أرقام أخرى فالاستهلاك العالمي للمياه هو 140 لتر للفرد في اليوم وعلى الرغم من أن الأمريكيين يستهلكون 600 لتر يوميا فإن نسبة استهلاك المغاربة تبقى أقل من 80 لتر في اليوم لذلك هناك اختلافات لا تصدق وإلى جانب سياسة التصنيع من الضروري تنزيل سياسة حقيقية لتوعية السكان للحد من استهلاكهم للمياه وضمان بقاء هذا التوازن العالمي منصفا بشكل أكبر هذا هو التحدي الرئيسي في بداية العقد الثالث من القرن الواحد والعشرين وأنتم على حق تماما بتنبيه الرأي العام وليس تنبيه دول القارة الأفريقية فقط ولكن أيضا يجب تنبيه الأوروبيين والأمريكيين بصفتهم أكبر مستهلكي المياه في جميع أنحاء العالم وفي هذا الصدد تركز حضور لويفاشون رئيس المجلس العالمي للمياه الذي كان حاضرا في مدينة مراكش في شهر أبريل الماضي تركز على دق نقوس الخطر مطالبا العالم عبر منظمة الأمم المتحدة أن يتعبأ صحيح أن الضحية الأولى لنقص المياه على الأرجح هي القارة الأفريقية وهذا أمر فضيع وأنا كأوروبي مقتنع اليوم بأن نمونا الأوروبي للغد سيتأتى أيضا من نمو القارة الأفريقية وعليه يتعلق الأمر بوجوب توفر على سياسة مشتركة لدينا لقد كنا نتحدث عن المغرب وأيضا عن أفريقيا وأنا أناشد قادة الاتحاد الأوروبي أن يتبنوا هذا الوعي عبر وضع مشروع مارشال متعلق بالمياه في علاقتنا بالقارة الأفريقية سيد جيل باغنيو بهذه الفكرة الأخيرة المميزة نختتم حلقتنا أشكركم جزيلا على مشاركتكم معنا في هذا الحوار من جهتي سأكون سعيدا جدا برؤيتكم مشاهدين الكرام الأسبوع القادم في حلقة جديدة من برنامجكم أوروبا أفريقيا مرانبها مرانبها نشيه وتحتي Itsرو Result